أكدت وزيرة التعاون الدولي دكتورة راني المشاط الأولوية التي تعطيها الدولة لتنمية رأس المال البشرية وخلال استقبلها وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أشهدت المشاط بجهود التنسيق المشترك مع وزارة الشباب والرياضة والتي عكستها المشاركة الفعالة لوزارة الشباب في إطار وراش العمل التي يجري إعدادها لصياغة الاستراتيجية الوطنية لتعاون الدولي مع الأمم المتحدة وشركاء التنمية اشتركوا في القناة